خلينا نتكلم بقى أكتر على مواجهة النهاردة المنتخب الفرنسي الحقيقة زي ما قلت وكلمت في السادسة قبل كده يعني عنده تشكيلة منتخبين والمنتخبين عندهم القدرة على المنافسة حامل لقب كس العالم عدد كبير جدا من نجوم في كل الخطوط وإن كان ده الحقيقة ما يقللش من فرص المنتخب الألماني في مواجهة فرنسا النهاردة هنتكلم أكتر عن اللقاء المنتظر ده مع واحد من نجوم المانشفت نجوم المنتخب الألماني وأيضا نجوم باير ميونيخ توماس هلمر هيكون ضفنا في السادسة على شاشة الأهلي توماس هلمر بداية أهلا بك طبعا ويشرفنا أنك تكون موجود معنا في السادسة شكرا جزيلا تحياتي لكم من هامبورج أهلا وسهلا بكم توماس هلمر البعض بيصف المجموعة اللي وقع فيها منتخب الألماني بالمجموعة النارية بتضم تلات فرق والتلاتة ليهم حظوظ كبيرة جدا فيه المنافسة على لقب البطولة فرنسا وألمانيا والبرتغال إزاي بتشوف فرص ألمانيا بداية في التأهل قبل ما نتكلم على حصد لقب البطولة بكل تأكيد دعني أذكر أن ألمانيا ليست هي المرشح الأقدر أما فرنسا من وجهة نظري هي الأفضل وهي الأقوى أعتقد أننا نمتلك فريق قوي المنشفت الألماني يمتلك لعبين جيدين كفاءة وجودة عالية وأتمنى لهم التوفيق اليوم بكل تأكيد من نسخة كاس العالم مع يوكيم لوف وتشكيلة يوكيم لوف نسخة كاس العالم اللي فاز بيها المنتخب الألماني وقدم عروض الحقيقة رائعة مع منتخب السنبا بفتكر طبعا نتيجة السبعة واحد بفتكر طبعا النهائي اللي جمعه مع الأرجنتين ويبدو من المرحلة دي أو من بعد المرحلة دي أن المنتخب الألماني بيعاني هل بتتفق مع وجهة النظر دي وإذا كنت بتتفق إيه هي أهم أسباب المعاناة دي من وجهة نظرك بكل تأكيد أتفق معك تماما في 2018 و2018 عندما أحرز الفريق الألماني المانشافت الألماني بطولة كاس العالم والتوجة ببطولة كاس العالم منذ هذا الوقت يعاني فعلا بالتأكيد الفريق الألماني مع لوف وهذا قراره في الفترة الأخيرة كما نعلم أنه سوف يغادر المنتخب الألماني بكل تأكيد فرص منتخب ألمانيا في صدام مبكر مع فرنسا وهي بتوقعات وأراء الجميع مرشح أول لحظ اللقب بتشوف إزاي اللقاء النهاردة وإيه فرص المنتخب الألماني الألماني أمام نظيره الفرنسي بكل تأكيد نحن نعد من المرشحين أيضا نحن في غاية الحماس كمنتخب ألماني أعتقد المجموعة فعلا مجموعة قوية مجموعة نريئة ومجموعة صعبة لا أعتقد أننا سنخسر اليوم أعتقد سنؤدي بشكل قوي وسوف يكون عندنا بعض الحصوص من الفوز اليوم بعض الأراء بترى أنه فيلة أين جلويتة؟ بعض الأراء بترى أنه يوكيم لوف بعد البطولة سينتهي دوره كمدير فني للمنتخب الألماني ويتولى عن سفليك المسؤولية البعض بيرى أن نقطة دي ممكن يكون لها تأثير سلبي على الفريق أثناء البطولة والبعض بيرى أنها ممكن تخلق الحافز عند يوكيم لوف أنه يودع فترة تدريب المنتخب الألماني بقوة ويحاول أنه يحرز لقب البطولة أي وجهة نظر أقرب بالنسبة لك؟ لا أعتقد أنه سيؤثر بشكل سلبي بل بالعكس سيؤثر بشكل إيجابي على اللعيبة في الفترات المقبلة أعتقد ذلك من وجهة نظري هناك لاعبين كثيرين كانوا مع لوف في الفترات الأخيرة وعملوا سويا في بطولات مختلفة فلا أعتقد الناس سيؤثر سلبيا على الفريق خليني أسألك على مستوى اللعبين وأنت كنت واحد من نجوم المنتخب الألماني وأيضا من نجوم باير ميونيخ لسنوات عديدة وفي أجيال متعاقبة كان دايما فيه لاعب في المنتخب الألماني قادر على إحداث الفارق قادر على تغليب كافة المنتخب الألماني شفنا ده من أيام طبعا الأسطورة الألمانية فرانس بيكن باور شفنا ده مع رومنيجا شفنا ده مع لوثر ماتيس حتى في الأجيال الجديدة كان فيه أكتر من نجم ليه تأثير كبير بفتكر مثلا منهم مايكل بالاك مؤخرا كلينسمان رودي فولر وغيرهم وغيرهم المنتخب يدوم لعيبة جيدة لعيبة نطلق عليهم نجوم زي رويساني زي جنابري زي جوندو جان ولكن ليس به لاعب قادر على إحداث الفارق في رأيك أنه هل ممكن أنه يظهر هذا اللعب في البطولة دي ومين تتوقع أن يكون اللعب المؤثر في المنتخب الألماني أعتقد واحد هو نويا نويا الحارس المرمى هو واحد من أهم اللاعبين زوء الخبرات الكبيرة ولا أقارنه ببيكنباور بكل تأكيد هو أسطورة أيضا ولكن نويا أحراز عندما نتذكر عندما نتحدث عن تشيلسي وشامبيونس ليجو ما حدث على سبيل المثال أعتقد هناك لعبين كثيرين أقوياء جدا يستطيعون إحراز الفارق ولكني لا أستطيع ذكر اسم واحد غير النويا طيب طبيعة كرة القدم التي هلعبها المنتخب الألماني تبقى لرؤيتك وقدرات التشكيلة بتاعة وكيم لوف في بطولة اليورو 2020 أكتر تميل أنها تكون كرة هجومية ولا نشوف الشكل الكلاسيكي في تطبيق كرة دفاعية ومحاولة اعتماد على هجمات مرتدة أو محاولة الاعتماد على قدرات خاصة لبعض اللاعبين يقدر من خلال المنتخب الألماني أنه يحسب اللقاءات لصالحه هو صعب جدا القول أو الحكم هنا أعتقد لا يجب علينا فعل أي خطأ هناك من بابي هو يصطاد الأخطاء هو اللاعب قوي هو لعب أيضاً قوي يستطيع صنع الفارق لابد علينا كمنتخب ألمانيا أو فريق المانشوفت أن نأخذ ذلك في الاعتبار وأن نكون حذرين كماماً بغض النظر أنا أعتقد الفريق الفرنسي يلعب بشكل قوي وهجومي فلابد علينا من الحذر أكثر ثلاث فرق بترى أن اليوم حظوظ في التتويق ببطولة اليورو 2020 أعتقد أربع فرق فرنسا بكل تأكيد إيطاليا فريق قوي جداً جداً بكل تأكيد يلعب بفريق قوي متكامل أحرص أهداف كثير الفترة الماضية الألمان الفريق الألماني بالزبط بكل تأكيد بشكرك طبعاً على وجودك معنا في السادسة وبشكرك على المشاركة بس مش ممكن تبقى معي ومش ممكن أختم لقائي إلا مسألك على يمكن واحدة من الأشهر الإنقاذات في تاريخ كرة القدم ويمكن اتعرفت باسم الفانتوم جول في مباراة جامعة بين باير ميونيخ وبين نورنبيرج على ما أتذكر ذكرياتك عن الإنقاذ إذا كنت فاكر الهدف أو إنقاذ الهدف كانت مباراة قوية رائعة أنا أتذكر جيداً هذه الكصة وهذه المباراة بالنسبة لنا أستطعت بالفعل إنقاذ هذه الهجمة وهذا الهدف كانت مباراة فعلاً قوية بالنسبة لنا مع باير ميونيخ أمام ننبيرج بكل تأكيد بالنسبة لي وبالنسبة لكل زملائي كنا على قدر المسؤولية بكل تأكيد كنت سعيد جداً بوجودك معي في السادسة مرة تانية بشكرك على وجودك معي طبعاً توماس هيلمر نجم البايرن والمنتخب الألماني السابق شكراً جزيلاً لك